ينضم إلينا من القاهرة سامح محروس مدير تحرير صحيفة الأهرام أهلا بكم معنا عبر شاشة الغد سيد سامح بداية كيف يقرأ مؤتمر نتنياهو بالأمس كيف تفسر تصريحاته وموقف القاهرة كذلك في البداية تحية الحضرتك وكل سادة المشاهدين تحية طبعا تصريحات نتنياهو وموقفه السياسية التي يتأخذها منذ بدء الأزمة تكشفا عربعة مسائل مهمة جدا أولا نتنياهو يجزب كما يتنافس هو رجل لديه قدرات لديه خيال واسع جدا لديه قدرات عالية جدا على اختلاق الأكاذيب دون أن يقدم أي دنيا على ما يقوله يعني حين يزعب نتنياهو بأن سيطرته على المحور في لديلفي ستسمح له بفكرة عدم ادخال السلاح ويتم توصيل بعض الأنفاق معروف في أي مكان في العالم أنه أي نفأ له مدخلين أو له فتحتين فيه مدخل موجود في الجانب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية المحتلة وهناك مدخل آخر في الجانب المصري أولا أنا عايز أؤكد مسألة مهمة جدا قبل أن أراض على هذا أن مصر منذ العام 2013-2014 أغلقت تماما كافة الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة أقامت منطقة حدودية عزلة بعمق خمسة كيلومترات يعني دي مسألة لها علاقة بلأن القوم المصري ومصري حريص على أنها القوم المصري بصرف النظر أن يطلب هذا أو يطلب هذا دي مسألة بتمس ألف بقى قواعد لأن القوم المصري اللي مصري حريص عليه بصرف النظر عن وجود أزمة في غزة أو عدم وجود هذه الأزمة أولا سنيا حين يتحدث التنياهو عن هذه الأنفاق هناك مثل نقوله في تعبير العربي الدارج البينة على من الدعا إذن حين يدعي نتنياهو مثل هذه المسألة يجب أن يقدم لنا صورة لفتحة النفع الموجودة في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة ثم يدخل بهذه الكاميرا ويصور لنا المدخل الآخر الذي يؤدي الأراضي المصرية لكن حين يكون هناك نفق تم إغلاق ما يدخلوا من الجانب المصري وتم إزالة الكسيب من هذه المدينة رفح بعمق خمسة كيلومترات وتم إغلاق كل هذه الأنفاق لأن كان في بعض هذه الأنفاق بتفتح داخل المنازل ويتم استطراء كامل هذه المسألة ثم يواصل تنوى هذه الأكاذيب لتبرير والتغطية على فشل السياسي وفشل الأمني وفشل الاستخبارات المونزيوم 7 أكتوبر ثم فشل عسكري ثم فشل في إدارة مفاوضات وهناك ستة من الرهائن الإسرائيليين وأحدهم أمريكي الجنسية كتر وهلأ دمون معالك في رقم نتنياهو حين يتجاه نتنياهو كل هذه الإغفاقات ويسعى الإدخال مصر كتارة في هذه المسألة أنا أعتقد أن هذا الرجل كاذب يجذب كمية نتنياهو في رقم واحد لماذا سيد سامح؟ لماذا يريد إقحام مصر؟ ولماذا يتمسك بمحور فلادالفيا نتنياهو برأيكم؟ يعني هو أولا نتنياهو بيواجه ضغط داخلي غير مصبوك وطبعا كلنا نرى ونشاهده ونتابعه من خلال المظاهرات ضغط خارجي حضركم أشارتم إلى خبر أن الولايات المتحدة اليوم فقدت أستوكة تمام في نتنياهو رئيس الأمريكي لهو تصريح شهير بأن نتنياهو لا يفعل ما يجب أن يفعله الإقدار الأمريكي فقدت أستوكة في نتنياهو تسعى أمريكا الآن لعقد صفقة مؤحدية ومنفردة مع حركة حماس إذن حتى عايز أقول الرعي الأمريكي أو الدعم الأمريكي الأول لإسرائيل اليوم لم يعد صفقة في هذا وبالتالي هناك ضغوط دولية غير مصبوكة على نتنياهو هناك ضغوط داخلية أيضا غير مصبوكة على نتنياهو نتنياهو يسعى لفكرة أنه إطلاق دخان في الهواء دي قنابل دخان يسعى نتنياهو لإطلاقها بهدف أنه يسعى لتوسيع دائرة الجدل للتغطية على إخفاقاته الحقوقية نتنياهو لديه هدف واضح وهو يسعى لتصفية القضية الفلسطينية القضية لسعى حركة حماس إذا كان نتنياهو يريد التخلص بحركة حماس عليها أن يدعم الجانب المعتدل في الجانب الفلسطيني وهي السلطة الوطنية الفلسطينية وأن إقامة دولة فلسطينية بشهادة العالم كله هو أكبر ضمان لأمن إسرائيل إسرائيل ستكون هي المستفيدة الأول لو أقيمت دولة فلسطينية حقاقية بموجب كل المقارات الدولية التي بدأت منذ أصل 93 لكن هو نتنياهو هو في الأساس هو رجل لديه رؤية واضحة جدا هو لا يريد إقامة هذه الدولة هو ليه يعتبر بحقوق الشعب الفلسطينية هو يسعى لتصفية القضية الفلسطينية يسعى لتصفية التواجد الفلسطيني في الدفعة الغربية ويسعى لتصفيته في غزة وكلنا رأينا أول أمس يوم الإسنين عفوا منذ ثلاثة أيام يوم الإسنين حين تحدث نتنياهو عرض خارطة إسرائيل ولا معرض خارطة الدفعة الغربية وبالتالي هذا أمر خطير جدا يسج من كل الفصالة الفلسطينية ضرورة التواحد لأن الخطر اليوم ليس هو خطر على حركة حماس هو خطر يسادف التواجد الفلسطيني في أرض فلسطينية تاريخية هذا هو ما يسعى لها نتنياهو بالتالي هو نتنياهو في سياق كل هذه المخططات الإسنطينية من هذه الحكومة الأكثر تطرفهم في تاريخ دولة إسرائيل هو يسعى لاختلاق المشاكل يسعى لإسارة الجادة يسعى الوضع العرقيل يسعى لإضافة طلبات جديدة كلما اقتربنا من تزيل العقبات أو إبرامل الصفقة نفاجأ بإضافة العديد من الطلبات والخوض في مزيد من الجدل وبالتالي هو نتنياهو يتخذ من مثل هذه المفاوضات التي رأيناها في باريس واحد و باريس اتنين و روما والقاهرة والضوحة وجولات مكوكيا الكبار مسؤول الإدارة الأمريكية هو يسعى لفكرة أنه يصدر لداخل الإسرائيلي أنه سعى للمفاوضات بهدف لكس راحة الرهان لكن هو يتخذ من هذه المفاوضات السطار لإستمرار عملياته على العسكرية الهامجية ونتنياهو تحدث مساء أمس بشكل واضح جدا وأوضح بشكل واضح أننا لن نترك محور فلاديلفيا حتى في فترة 42 يوما وبالتالي على أي شيء يتحدث إذا كنا نتحدث عن رؤية راحة رئيس بادن يوم 31 مايو الماضي وعتمادة مجلس الأمن الدولي يوم 10-6 بقرار 27-35 وأنت لا تريد أن تنسحب من محور فلاديلفيا حتى فترة 42 يوم فبالتالي نحن نتحدث عن شيء يعني لا وجودة لهم وتحدث أداء أنها لا نريد وقال صراحة نتنياهو أننا لا نريد أن نرحل من غزة ثم نعود لحكم بل نريد أن نبقى هذا الكلام كراوسة نتنياهو صراحة مساء أمس نريد أن نبقى وطبعاً بيزعم نتنياهو أنه ملتز بأمن إسرائيل الذي لم ينجح في تحقيقه عملية عسكرية على مدار 11 شهر لم تحقق إسرائيل أي نجاح يذكر فيها برغم كل الإمكانيات العسكرية ورغم كل ما تم تزودها به من زخائر ومن أسلعة ومن بوارج وأساطيل تم تحركها من أمريكا ومن غيره من الدول كل هذه الأمور قياساً لما حصل عليه نتنياهو من دعم عسكري وسياسي هو لم يحقق نجاحاً يذكر في هذه حرب 11 شهر حتى هذه الآن وأيضاً لم يتمكن نتنياهو من تحيير الأسرة يعز عن نتنياهو أنه منذ السيطرة على محر فريديل فتم تحيير 150 أسير هذا كلام كذب واضح لم يتم تحيير أسرة بعملية إلا بعملية تفاوضية رأيناها يوم 24 نوفمبر الماضي استمرت لمدة 7 أيام حصلت إسرائيل بمقتضاء على 105 من هؤلاء الأسرة دون إراقة نقطة دماء واحدة بيد أن نتنياهو حين رأى أن هذا المصار الناجح قد يمنحه هؤلاء الأسرة رأى أن يتخزم هذه الأسرة هي ورقة لإستمار هذه العملية نتنياهو لا يريد تحيير الأسرة نتنياهو قال صراحة أو قال بلسان حاله هذا قد يكون سامنا بخص نحن نتخلص من التواجد حركة حماس في قطاع غزة نتخلص من التواجد الفلسيني كله ومحاولة تغيير الهواء الفلسطينية وبالتالي نحن نتحدث عن عقبة جوهرية تتمثل في أن العقيدة السياسية نتنياهو هو غير راغف صراحة أولاء الأسرة وبالتالي المسألة بشكل واضح هو رجل بيضحي بذلك والجاخل الإسرائيلي الآن يعلم تماما أن نتنياهو فرض في هؤلاء تتحدث عن عن نمس على الولايات المتحدة ربما لقيم أي صفقة أحادية مع حماس ولكن برأيكم هل هذا يمكن أن ينفذ فعليا هل يمكن أن يكون مخرج خاصة أنه ماذا ستقدم الولايات المتحدة لحماس وكيف سترضي إسرائيل من خلال مثل هذه الصفقة طبعا يعني هو الأسر شيء للولايات المتحدة النهاردة أصبحت شريك وأصبحت النهارة ليست وسيد هي أصبحت شريك واضح جدا لإسرائيل والعالم كل يشهد على ذلك وبالتالي ده أمر غير خافي عن حركة حماس والجانب الفلسطيني وبالتالي فعلا سؤال حريك في محله إذا كانت المتحدة هسعى للدخول في صفقة مع حركة حماس ما هذا سيكون المقابل إذا كانت المتحدة غير قادرة على ممارسة حد الأدى من الضغط لكي يحترم نتنياهو المكررات الدولية يعني نتحدث عن 30 جلسة المجلس الأمن خمسة فيته قرارين تخزم المجلس الأمن مقار 27-28 قبل شهر رمضان الماضي الذي سيتحدث عن إقافة العملية العسكرية في شهر رمضان ثم مقار 27-35 صدر يوم 10 يونيو الذي يضع خريطة طريق متكامل لإنهاء الصراع داخل قطاع غزة عبر ثلاثة مراحل تنتهي بفكرة عادة الإعمار وإدخال المساعدات وكل ما هو مرتب بذلك والنهاردة الإدارة الأمريكية فقط في المصدقية الإدارة الأمريكية الحالية هي أضعف إدارة رأيناها في تاريخ الإدارات الأمريكية الرئيس إزن هورو جاءت انزارا صريحا انسحبت من مجابه القوات المعتادة على مصر رأينا نسات 91 أيام إدارة الرئيس جورج بوش الأب حين أراد أن يتخذ مصار السلام ومدريد 91 وكانت حكومة الشمير هي الموجودة حاجة معانهم فكرة ما كان يطلق من 10 مليار دولار وأسكت حكومة شامير ونجحت أمريكا في أن تفرد مصار السلام هذه الإدارة الحالية أولا هي إدارة ضعيفة بشكل عام ثانيا هي في أضعف حالاتنا نحن نتحدث عن أقل من شهرين من انتخابات رئيسية أمريكية الداخل الأمريكي لديها تجازوات سياسية كثيرة لديها أولويات وبالتالي أنا لا أرى أن الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على أي اختراقات على الأقل في الوقت الحالي ونتنياهو يراهن على أنه يريد أن يصل اليوم 5 نوفمبر أي بعد شهرين تماما من اليوم ربما يأتي صديقه ترامب الذي قد يمنحه مزايا أفضل في بعض الأمور التي يريدها سيد سامح في حال لم يأتي صديقه ترامب بعد أشهر قليلة لهذه الانتخابات برأيكم هل يمكن أن نشهد ضغط أمريكي مختلف؟ أنا أعتقد أنها هيكون في وجود إدارة أمريكية ديمقراطية جديدة قد تكون أكثر فعلية وأكثر قدرة على إحداث اختراقات لنتحدث عن إدارة هيكون في بداية مداتها مدة الأربع سنوات حساباتها يكون مختلفة عما تكون إدارة في العام الأخير دائما معروف أن العام الأخير في حكم أي إدارة أمريكية هو بيكون بطبيعة الأحوال بتكون غير قادرة على إحداث ضغوط دولية بتكون مهتمة أكثر بالشأن الداخلي الناخب الأمريكي مهتمة بقضايا الاقتصاد قضايا البطالة قضايا التأمين الصحي الداخلي وغيري من القضايا الداخلية أنا أعتقد اليوم أن هناك حالة زخم حقية رأيناها من خلال طلاب الجامعات الأمريكية وطلاب جامعة كولومبيا لذين عادوا منذ أيام لتظاهر مرة أخرى خارج حدود الجامعة أنا أعتقد في ظل وجود إدارة ديمقراطية قد يكون لدينا حظوظ أفضل في إمكانية ضغطة وإحداث اختراق دي رأيكم في بداية حكمها لديها قدرة لديها قوة ولا ننسى أن ترامب أيضا لننسى أن ترامب هو كان أكثر رئيس يعادي القضايا الفلسطينية ترامب هو من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو من قرر نقل سفارة بلاده إلى القدس هو من اعترفه بدم الجولان لإسرائيل هو من اتخذ مجموعة من القرارات التي لم يجرؤ عليه رئيس أمريكا على مدار العام الماضية وبالتالي أنا أرى أنه في حال عدم دخول ترامب وفي حالة وجود إدارة ديمقراطية قد تكون الحظوظ أفضل لفكرة أن يكون هناك ضغوط أو اختراقات في هذا الملف سيد سامح نتابع تصريحات لبيد اليوم عندما يقول أنه انهاء الحرب من مصلحة إسرائيل ومفهومنا للحروب كان دائما حروبا قصيرة لماذا تغير هذا المفهوم؟ يعني نحن نقترب من سنة على الحرب في غزة هو الفعلة طبعا دي الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل حتى لما نسكن في الموجهات الأربعة يعني دي الحرب الخامسة على قطاع غزة هناك حروب أربعة كانت أطول مدك تحولي 51 يوم لم تنتد الحرب لفترة تقترب من السنة والحن نرد كان في الشهر 11 لهذه الحرب طبعا دي مسألة بتكشف عن التحالفات اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل نتنياهو وارتبطاته الداخلية بالتحالفات اليمينية وبالتالي أنا أرى أن أي يعني عايز أقول أي يعني إحداث أي تغيير في مثل هذه المعادلة يستلزم وجود تغيير من داخل إسرائيلي اليوم نرى مظاهرات حاشدة مظاهرات قوية مظاهرات بتضغط تتام نتنياهو صراحة وتطالب بإتقالة الحكومة صراحة أنا أعتقد في حال تحرك حركة شاية اسماء حزب يهودية الطورة أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى تغيير البنية اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل وقد يؤدي هذا أو قد يدفع هذا إلى وجود تغيير الحقيقي في المرحلة الحالية في الداخل الإسرائيلي لكن في ظل الحسابات الحالية نتنياهو لدي حساباته السياسية لدي حساباته مصالحه الشخصية الضيقة قضايا فساعده طارده وبالتالي نتنياهو ينظر إلى حربه على قطاع غزة بأنه بتمثل يعني إذا صح التعبير بتمثل كنز استراتيجي لا يريد أن يفرد فيه هو يرى من هؤلاء الرهائن ده تمن بالنسبة له 8-120 واحد يموت ومش مشكلة في مقابل أنه ينجح في عايز أقول في إطارة قامة بكاءه في السلطة ونجح نتنياهو نسبيا أو جزيا في هذا نجح نتنياهو في أنه يصدر الجيش في مواجهة هذه الأزمة نجح نتنياهو من خلال استطلاعات رأي داخل الإسرائيل النهاردة بدأت تحدث استحولات حتى في نتنياهو اللي كان شعبيوته بتنهار خلال الشهور الأولى من هذه الأزمة مقابل يعني ارتفاع شعبيين جانس النهاردة بنرى أن بدأت استطلاعات رأي تعيد نتنياهو مرة أخرى إلى الصدارة البنية الداخلية داخل المجتمع الإسرائيل هي بنية بطبيعتها بنية يمينية متطرفة وبالتالي في السلطة العطرية كثيرة تتحدث عن أن هذه الحرب بتلقى دعم من الشرع الإسرائيلي هو لا يريد أن تكرار سينايرو 7 أكتوبر سواء من داخل قطع غزة أو تكرار هذا سينايرو مرة أخرى بحسب يقول من الضفة الغربية وبالتالي هو نتنياهو مدفوع بمجموعة من الأهداف التي يسعى التحقيقها هو نجح هؤلاء الرهان المعالج في رقبة نتنياهو وأنا بقول الآن من على شاشة قناة الغد أن نتنياهو سيكون هو السبب الأول في موت هؤلاء الرهان إما بنيران إسرائيلية وإما من خلال عمليات عسكرية ستؤدي إلى التفريط